بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة مشاهدي قناة المهدي الفضائية وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج المطهرة وهم فيها خالدون هذه بشارة وردت للذين آمنوا والذين عملوا الصالحات بضميمة هذين الشرطين شرط الإيمان وشرط القيام بالأعمال الصالحة بشارة من الله سبحانه وتعالى وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله لهؤلاء الصنفين من الناس الصنف الذي يحمل هذين الشرطين شرط الإيمان وشرط الذين يقومون بعمل الصالحات ماذا بشرهم رب العالمين في القرآن الكريم؟ قال أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار هذه البشارة الأولى ثم قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مجموعة من البشارات الإلهية الواردة في هذه الآية المباركة للذين آمنوا وللذين يعملون الصالحات لاحظوا هناك في رواية وردت عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم في تفسير هذه الآية المباركة يقول الإمام سلام الله عليه وبشر الذين آمنوا قال أي الذين آمنوا بالله وصدقوك في نبوتك فاتخذوك إماما وصدقوك في أقوالك وصوبوك في أفعالك واتخذوا أخاك عليا بعدك إماما ولك وصيا مرضيا وانقادوا لما يأمرهم به وصاروا إلى ما أصارهم إليه ورأوا له ما يرون لك إلا النبوة التي أفردت بها يعني جميع الصفات جميع الخصائص هي لوصيك لأمير المؤمنين إلا ما خرج بالدليل والذي خرج بالدليل هو النبوة فقط وأن الجنان لا تصير لهم يقول الإمام السجاد سلام الله عليه في هذه الرواية وأن الجنان لا تصير لهم إلا بموالاته رب العالمين قال وبشر الذين آمنوا فإذا شرط الإيمان شرط ضروري لهذه البشراء الإلهية والإيمان في الروايات المباركة هو الإيمان بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وبموالات من ينص لهم عليه من ذريته وبموالات سائر أهل ولايته ومعادات أهل مخالفته وعداوته وأن النيران لا تهدو عنهم ولا تعدل بهم عن عذابها إلا بتنكبهم عن موالات مخالفيهم ومؤازرة شانئهم هذه المقصود وهذا المقصود بالذين آمنوا والذين عملوا الصالحات ثم قال في بيان عملوا الصالحات هذا كان بالنسبة للذين آمنوا بالنسبة للذين عملوا الصالحات يقول الإمام سلام الله عليه أي الذين من أداء الفرائض واجتناب المحارم ولم يكونوا كهؤلاء الكافرين بك فإذا شرط الإيمان شرط الولاية والتبرؤ من عداء أهل البيت وعداء أمير المؤمنين والشرط الثاني هو الذين يقومون بعمل الصالحات الذين يعملون الصالحات من هم؟ هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون عن المحارم الحرمات يجتنبون عن الأمور المحرمة ولم يكونوا كهؤلاء الكافرين بك يا رسول الله ماذا يبشرهم الله سبحانه وتعالى؟ يبشرهم بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار طبعا الجنات الإمام السجاد عليه السلام يقول أي البساتين طبعا البساتين لا يتوقع البعض بأن بساتين الجنة هي كحال البساتين التي نحن نشاهدها في هذه الدنيا لا قياسة لا مقارنة بينما يوجد في الجنة وما نحن نراه في هذه الدنيا تجري من تحتها الأنهار قال أي من تحت شجرها ومساكنها تجري هذه الأنهار كل ما رزقوا منها أي من تلك الجنان من ثمرة رزقا أي يعني طعاما يؤتون به قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني ماذا؟ يعني في الدنيا فأسماؤه كأسماء ما في الدنيا التفواح نفسه كان في الدنيا اسمه تفواح الرمان نفسه كان في الدنيا رمان وهكذا بالنسبة لباقي الفواكه والثمار والرزق الآخر ثم قال وأتوا به وأتوا به متشابها أي أنه يشبه بعضه بعضا ثم قال في تتمة هذه الآية المباركة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون طبعا الإمام السجاء سلام الله عليه في هذه الآية المباركة بيّن نوعا من أنواع الفرق بين ثمار الجنة وبين ثمار الدنيا نعم الأسماء متشابهة كما قلنا التفواح في الجنة نفسه هو التفواح في الدنيا من حيث الاسم ولكن من حيث الطعام من حيث الأثر المترتب على أكل هذه التفواحة أو هذه الثمرات لا فرق في ذلك لا مقارنة في ذلك عفوه لاحظوا الإمام يقول وإن كان ما هناك يعني في الجنة مخالفا لما في الدنيا فإنه في غاية الطيب وإنه لا يستحيل إلى ما تستحيل إليه ثمار الدنيا من عذرة وسائر المكروهات أولا من حيث الطعم الطعم هناك لا يقارن بالطعم الذي في عالم الدنيا من حيث الطعم من حيث الرائحة من حيث المذاق لا يوجد هناك وجه للمقارنة أصلا بين الاثنين والأمر الآخر الأثر المترتب على ذلك الإنسان في هذه الدنيا إذا أراد أن يأكل ألذى المأكولات ألذى الثمار ألذى الرزق الإلهي الذي أعطاه في هذه الدنيا ولكن أثر ذلك القسم منه يستفيد منه البدن والقسم الآخر يطرحه البدن عن طريق الفضلات أجلكم الله وعن طريق باقي العذرات التي تخرج من الإنسان ولكن في الجنة الإمام السجاد يقول بأن هذه الثمار لا تخرج كفضلات لا يوجد هناك شيء في الجنة عبارة عن فضلة أو عذرة أو شيء مكروه كل ما في الجنة هو طعام طيب هنيء مريء لا يخرج كحالي هذه المأكلات التي يأكلها الإنسان في هذه الدنيا ثم بعد ذلك قال الإمام السجاد عليه السلام لهم فيها أزواج مطهرة يعني مطهرة من كل دنس من كل نجاسة أزواج خالصة مطهرة طيبة لهؤلاء المؤمنين والأمر الآخر والنعمة الأخرى العظيمة في عالم الجنة للذين آمنوا والذين عملوا الصالحات النعمة الكبرى في هذه النعمة المادية أنهم فيها خالدون ليست فترة مؤقتة ويخرجون من الجنة ليست فترة معينة وينقلون إلى مكان آخر لا يبقون في هذا النعيم الإلهي وهذا الخير وهذه البركة من حيث الطعام من حيث الأزواج المطهرة من حيث الجنان من حيث المساكن الطيبة المطهرة كل ذلك يبقون فيها بشكل خالد بشكل دائم فما الذي يبقى للإنسان المؤمن حتى لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وحتى لا يعمل الصالحات إذا كانت البشرى الإلهية بهذه العظمة بهذه الدرجة من العطاء ومن الوعد الإلهي ومن البشرى الإلهية فحقيقة الإنسان المؤمن يجب عليه أن يراجع حساباته هل يستحق والعياذ بالله في بعض الأحيان الإنسان قد يوسوس له الشيطان توسوس له نفسه الأمارة بالسوء بأن يرتكب بعض المحرمات لأجل لذة أو شهوة عابرة شهوة دنيوية بسيطة هل تصلح أو تستحق هذه الشهوة العابرة التي هي لمجرد دقائق بعض الأحيان مجرد ثواني هل تستحق بأن هذه الشهوة أنا أضيء هذه الجنان وهذه البشرى الإلهية التي فيها هكذا نوع من أنواع النعم الإلهية هل يستحق أصلا بأنه أعوض هذه الشهوة وهذه اللذة العابرة بهذه الجنة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيضا من البشارات الإلهية والتي أيضا نقلها الإمام السجاب سلام الله عليه في هذا الموضع الذي نذكره نحن في صدد بياننا لهذه الآية المباركة هذه بشارة للمؤمنين للشيعة على ما قدر لهم وعلى ما وعدوا به في الآخرة يقول الإمام سلام الله عليه معاشر شيعتنا أما الجنة فلن تفوتكم سريعا كان أو بطيئا هذه الجنة في محصلة الأمر في نهاية الأمر سوف تنانونها تدخلون هذه الجنة ولكن بشرط أن يكون الإنسان قد مات على ولايتهم هذا شرط ضروري أنه يموت على الإيمان يموت على الولاية الإنسان لذلك هذا الشيء بالشيء يذكر قبل أن نقمن الرواية المباركة لماذا الأهل البيت عليه السلام ركزوا على الإنسان على المؤمن بأن يكون متقيا في هذه الحياة أن يقوم بأداء الفرائض وأن يجتنب المحرمات والمعاصي لماذا؟ لأنه في بعض الروايات ورد بأن الإنسان الذي والعياذ بالله يداوم على الكبائر يصر على ارتكاب المعاصي الكبار الذنوب الكبار هذا الإنسان تسلب منه نعمة الولاية يموت على غير ولايتهم على غير دينهم ولكن الكلام للذي يموت على الولاية ولكنه لديه بعض المعاصي لديه بعض التقصير الإمام السجاد عليه السلام يقول الجنة مضمونة لكم نعم تختلف أن شخص مباشرة يذهب إلى الجنة وشخص بعد مئة عام مثلا يذهب إلى الجنة شخص بعد ألف عام يذهب إلى الجنة فرق هذا الإنسان بمجرد أن ينتهي حسابه يذهب إلى الجنة ويتنعم بها وشخص من أقرانه من أصدقائه من أقربائه بعد ألف عام يلحقه إلى الجنة كم هناك فرق بين الاثنين ولكن الجنة مضمونة لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام ببركة أهل البيت ببركة شفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الإمام السجاد عليه السلام يلفت الأنظار إلى هذه الحقيقة يقول ولكن الجنة مضمونة ولكن تنافسوا في الدرجات الجنة ليست على درجة واحدة ليست على طبقة واحدة تنافسوا في الدرجات بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض تنافسوا فيما بين هذه الدرجات لا تتوقع أيها المؤمن بأن الجنة كلها عبارة عن بستان أو جنة كبيرة والناس كلهم محشرون فيها لا هذا تفكير سطحي الجنة رب العالمين خلقها على طبقات على مراتب كل طبقة تختلف عن الطبقة الأخرى من حيث النعيم من حيث اللذة من حيث النعم الإلهية الموجودة في تلك الدرجة أو في ذلك المكان صاحب الدرجة الأولى ليس كصاحب الدرجة الألف هناك فرق فالإمام السجال عليه السلام يقول تنافسوا في الدرجات واعلموا أن أرفعكم درجات وأحسنكم قصورا ودورا وأبنية أحسنكم إيجابا لإخوانه المؤمنين الذي يريد أن يقارن بين ما عنده من قصور أو دور أو أبنية وما عند غيره من المؤمنين هذا هو وجه المقارنة أو وجه الفرق بينهم تستطيع أن تعرف من هذه الدنيا تستطيع أن تعرف منزلتك في الآخر ما هي على قدر هذه الأمور التي سيذكرها الإمام السجال عليه السلام أحسنكم إيجابا لإخوانه المؤمنين وأكثركم مواساة لفقرائهم هؤلاء الصنفين هم الذين يمتلكون أرفع الدرجات في الجنة ثم قال إن الله عز وجل ليقرب الواحد منكم إلى الجنة بكلمة طيبة يكلم بها أخاه المؤمن الفقير كلمة طيبة تواسيه تتبسم في وجهه تمازحه تخفف عنه همه حزنه كلمة واحدة رب العالمين يقربك بها إلى الجنة بماذا بأكثر من مسيرة ألف عام بقدمه مسيرة ألف عام بكلمة واحدة حقيقة هذه نعم إلهية هذه بشارات إلهية ولكن يجب على الإنسان المؤمن أن يلتفت إليها وإن كان من المعذبين بالنار ثم قال ولا تحتقروا الإحسان إلى إخوانكم فسوف ينفعكم الله تعالى حيث لا يقوم مقام ذلك غيره لا تستخف بالإحسان لا تستخف بفعل الخير لإخوانك المؤمنين دائما حاول أن تقدم فعل الخير أن تصنع الخير لإخوانك المؤمنين الشيعة الطيبين حتى يقربك الله سبحانه وتعالى إلى الجنة طبعا هذا كما قلنا بأنه لا يعني بأن الإنسان المؤمن يتغافل عن فعل الأعمال الصالحة أو عن أداء الواجبات أو عن أداء الفرائض الإنسان الذي لا يقوم بأداء الفرائض تسلب منه نعمة الولاية هذه نعمة إلهية عظيمة رب العالمين لا يضعها عند جميع الناس لا يضعها عند الناس الذين يتساهلون بدين الله يستهزئون أو يستخفون بأحكام الله هذه من أعظم النعمة الإلهية إذا كان الإنسان يضيع النعمة المادية إذا كان مثلا الإنسان لا يشكر النعم لا يشكر هذا المال لا يشكر هذا الطعام الذي عنده رب العالمين يسلب منه هذه النعمة يجعله فقيرا يجعله محتاجا يسلب منه هذه النعمة الأكل والشرب الهنيئ الطيب إذا كان يجده بأنه يكفر بنعم الله فما بالكم بهذه النعمة العظيمة أعظم نعم الله أتممت عليكم نعمتي رب العالمين يقول في يوم الغدير نعمة الله سبحانه وتعالى العظيمة تمت في يوم الغدير وهو نعمة الولاية فإلي أعقل بأن الإنسان يداوم ويصر ويستهزئ بأحكام الله وبنواه الله ويبقى رب العالمين يجعله متمتعا بهذه النعمة يجعل هذه النعمة عنده وهو لا يستحقها لا لذلك الإيمان والعمل الصالح كما بينا في أولى هذه الحلقة في أول هذه الحلقة بداية هذه الحلقة الإيمان زائد العمل الصالح حتى تنعم بهذه البشارة الإلهية يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية بأنه قيل له جاء له أحد الأشخاص وقال له إن أبا الخطاب أحد الأشخاص كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام قال إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له إذا عرفت الحق فعمل ما شئت ينقل يا ابن رسول الله هذا الشخص ينقل عنك بأنه أنت قلت هذا الكلام إذا شخص عرف الحق يعني عرف الولاية وعرف حق أهل البيت فعمل ما شئت لا يهم ماذا تفعل تصلي لا تصلي تصوم لا تصوم تحوج لا تحوج لا فرق في ذلك المهم أنك عرفت الحق فهل أنت قلت يا ابن رسول الله هذا الكلام فقال لاحظوا الإمام الصادق عليه السلام كيف أجاب قال لعن الله أبا الخطاب لعنه لأنه يكذب على لسان الإمام سلام الله عليه والله ما قلت له هكذا ولكني قلت إذا عرفت الحق فعمل ما شئت من خير يقبل منك كم هناك فرق بين الرواية الأولى المفترات على الإمام وبين الرواية الثانية الحقيقية الصحيحة قال إذا عرفت الحق فعمل ما شئت هذه الرواية المزيفة الإمام قال له أنا لم أقل له هكذا قلت له إذا عرفت الحق يعني عرفت الولاية فعمل ما شئت من خير يقبل منك يقبل منك العمل الصالح إن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويقول تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جعلنا الله وإياكم سادة المشاهدين الكرام من الذين آمنوا ومن الذين عملوا الصالحات في هذه الدنيا ومن الذين يحشرون مع محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين